على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين بمراكوش تباحث رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالعمل والتمويل المناخي السيد مارك كارني الذي أكد في هذا الصدد أن هذا اللقاء شكل فرصة لتنول شتى الفرص الاقتصادية المتاحة بالمغرب اجتماعات مراكوش هي الأفضل من حيث التنظيم وتشكل لحظة هامة وحاسمة بالنسبة للعالم المغرب يقدم نموذجا للعالم لما يمكننا القيام به إذا تحلينا بالطموح والرغبة والابتكار هذه واحدة مناسبة باش نعود انه هو بالجهودات اللي يستدرها المغرب في ميدان تمويل دي الانتقال الطاقي في ميدان تمويل دي التنمين المستدامة وطبعا السيد مارك كارني نتكلم على هديك 52 مليار دي الدولار اللي غات تمكن المغرب باش يستطمر في الانتقال الطاقي دياله في التنمين المستدامة دياله على الفين وخمسين وتشكل هذه الاجتماعات فرصة هامة لتسليط الضوء على المجهودات التي يبذلها المغرب في مجال تمويل الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة فضلا عن جهود المملكة لاستقطاب التمويلات من أجل النهوض بالاستثمار في هذين المجالين